اهلي اقول لك ايه وعيد لك ايه النادي الاهلي يعيني عليه نقول كمان في الافراح والانتصار الاهلي دايما كسبان الاهلي يعيني عليه الاهلي يا جماله ايه اللي بيعملوا ده ايه ولا مكسيكي ولا امريكاني من الاهلي اهياني الكل قال كده طبعا طول عمره الحاجة الحلوة في الكرة المصرية وحيفضل كده على طول لان النادي الاهلي ده اسمه مراضف للنجاح والفرحة والبهجة والسعادة والفخر مش لنافسه لعشرات الملايين من الجماهير مش في مصر بس في العالم العربي ادخل حضرتك دلوقتي على مواقع الاسوشيال شوف كل زملائنا المعلقين والاعلاميين والصحفيين العرب فرحانين وبيتكلموا على الاهلي ازاي ده بطولة على مجدعان والاهلي واضح كده من البداية انه مصمم يعمل حاجة والجواب بيبمن عنوانه تلاتة في اوكلاند وجول في سياتل ايش نيوزلندي واش امريكاني واش قبلهم مكسيكي بنكسب ولا احلى ولا اجمل ولا اروع صحيح ماتش اوكلاند احلى من ماتش سياتل لكن المنافس كان اقوى المنافس مختلف الدنيا عنده 12 لعيب ولا 14 لعيب ايش برازيلي واش كولومبي واش اورجواني واللي من بيرو واللي من اكوادور واللي من السلفادور واللي من فرنسا واللي من السلفاكا والكاميرون عنده سبع لعيبة دوليين قيمته التسوقية ازد من الاهلي 20 مليون يورو يورو الاهلي عايز تفرح شوف الاهلي عايز تغني اسمع الاهلي عايز تتبسط اتفرج على الاهلي عايز تنمى بصوت وفرحان وشبعان ومتهني قول اهلي طبعا قول اهلي احنا في كاس عالم والاهلي بيمثل مصر دلوقتي وانت حضرتك شفت الجمهور المغربية عاملة ازاي مع النادي الاهلي رغم خسارة الوداد والحضور في الشوت الاول ما كانش قد كده لكن الشوت التاني ملو الملعب وهاتك يتشجيع ليه لانه دا من مصر لانه دا الاهلي بطل مصر لانه دا الاهلي الجميل لانه دا الاهلي الكبير ما بيروحش ضف شرف ما بيروحش يلمس والسلام روحوا لك نجاي وقاعد وحكسب ومكمل كمان وكمان قضيات الاهلي لا تنتهي قضيات الاهلي بنفس الراجل نفس البطل انت تاني قفشة تاني جول تاني وفي نفس التوقيت يا جماعة دا فيها حاجة حلوة فيها مليون حاجة حلوة دا كل حاجة حلوة لازم بتكون موجودة مع النادي الاهلي ايه يا عم دا مصدر السعادة مصدر الفرح مصدر الابتسامة صانع كل حاجة يا جميلة في الرياضة المصرية النادي الاهلي وترجع تقول لي رعايتك ما عشان بيكسب ترجع تقول لي فلوسك ما عشان موجود ترجع تقول لي هي الناس بتجري كده ليه ورا النادي الاقلي عايزة تعمل اعلانات وتعمل رعايات عشان اللي انت بتشوفه ده ما بيروحش يضيف شرف في افريقيا ياخدها او يلعب فينال بطولة العالم يوصل قبل النهائية ياخد برونزيا اما على الاقل بيبقى من ضمن الاربع الاوائل يلعب بطل المكسيك بالسلامة يا حبيبي يلعب في الثالث والرابع بطل امريكا الجنوبية بالسلامة يا حبيبي بالسلامة يلعب بطل الكونكاكاف ولا الامريكان بالسلامة يا حبيبي بالسلامة ده الاهلي ده المنظومة دور على المنظومة ابحث عن المنظومة ابحث عن الجمهور سند ده الدرع اللي بجد ده السيف اللي بجد ده السند اللي بجد ده اللي وراه لما قاله على الحلوة والمرة معاه ما كسبوش لا كسبوا كسبوا بالسين لكن ما كسبوش بالذال ما بيجذبوش ناس ما بتوعيتش ناس ما بتجدبش ناس بتشتغل عشان تنجح ناس بتشوف اخطاقها وتعالجها من كان منكم بلا خطيئة لازم يكون عندك اخطاق ولازم تعترف باخطاقك عشان تصلح عشان تعدل عشان تنجح عشان تبقى رقم واحد ورقم واحد ده يجي بالسهل تقبطل افريقيا عشر مرات في كاس العالم 8 مرات برونزية 3 مرات 4 مرات في سيم فاينال بطولة كاس العالم مستنى مين يا بشا مستنى مين مين اه ريال مدريد هلعب مع ريال مدريد تخالب عشان تنظم مباراة مع ريال مدريد كنت تدفع فيها كام لكن هو ده الاهلي ده الاهلي بمبادئه بقيمه باخلاقه باحترامه بادبه بقدرته باسلوبه بهدوءه في الاخر يبقى فيه النجاح في الاخر يبقى فيه الانتصار اوعى اوعى ترمي شمعت الخطأ على غيرك انت تعال دايما شوف انا صح في كذا وكذا وكذا وانا غلط في كذا وكذا وكذا شوفت عمل ازاي مع قضية كهربا شوفت عمل ازاي مع مجد افشل القعد على ديكة البودلاء وينزل ويلعب ويغير ويخلص ويكسب وهاكذا هو وزملاته طبعا شوف القصة كلها بتضار ازاي انا عايزك كده انا معاك تشوف كلر هو بيبوس كل لعب ازاي وشوف بيبوس سافيو ازاي اللي هو براك قايمة راح على الجميع من اول محمد مكي بتاع المهمات بص حضرتك شوف مع واحد واحد سواء كان اساسيا بص سافيو ادي سافيو اللي بولو متخنقين وضربين وقال وخلى وعد وزاد ودي شادي المستبعت كمان خلي بالك دي رسائر الرجل بيوجهه عشان تبقوا عارفين يعني بص دا الاهل يا جماعة بيدرب منعهم طبعا هو حضانهم هو حضان ان في الملعب كلهم فرايح للبرة الملعب يعني اللي ملحقهمش يعني ودي فخري ودي كل الناس ادي الاهلي اللي لحق يحضنهم ويسلم عليهم واللي ملحقش بيسلم ويحضن ويبوس هي دي العلاقة الرجل اللي عنده استقرار اللي الرجل اللي قدرته ما هيقاله كل حاجة العب وملاكش دعوة وإحنا في ظهرك انت جميل على فكرة دا دكتور خالد الجوادي اللي قام بعمل الترجمة وأحمد فوزي الإداري وماهر عبد العزيز الإداري هنرجع تاني ودي البطل الشناوي ودي كل الولاد فقط اللبس افرح ارقص غني قد ما تقدر عيش افرح